موسيقى كرام المشاهدين الكرام نشرة الأخبار من قناة الاقتصادية الأولى والبداية بأورز العنوين موسيقى مجلس الوزراء يقر زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ورئيس الجمهورية يكلف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية تماشياً وسياسة الاستثمار موسيقى وفي نشرة الخارطة الوطنية للموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية العام الجاد موسيقى أهلا بكم بداية نقرى مجلس والوزراء المنعقد اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية عدم جيد تبون زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين تتروح ما بين 10 إلى 15% هذا وأكد رئيس تبون أن قرار رفع منح المتقاعدين اعتراف وتقدير لمجهودات العمال من جنب آخر وفق المجلس على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعوذية للأسلاك الطبية والشبه الطبية كما كلف رئيس الجمهورية وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنفى مع السياسة الاستثمار كشفت الجريدة الرسمية في عددها 30 من تعديلات في قانون العقوبات تنص على عقوبات بديلة تتعلق بكيفية موارسة العمل لصالح ألعاب من طرف المحكوم عليهم وشروط وضع المجربين تحت المراقبة الإلكترونية مصطفى بن أمزال والتفاصل أحكام بديلة حملها قانون العقوبات بصيغته الجديدة تمكن الجهة القضائية من استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بعمل للنفع العام بدون أجر أو بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة القضائية باستخدام السوار الإلكتروني وذلك وفق كيفيات وشروط معينة العمل للنفع العام من دون أجر يكون للمحبوسين البلغين من العمر أكثر من 16 سنة وللمحكوم عليهم بعقوبة سجن لا تتجاوز الخمس سنوات وتتراوح ساعة العمل ما بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم يحب في أجر أقصى 18 شهرا ولفائدة شخص معنوي أو جمعية نشاطها دو صالح عام أو دا منفاة عمومية ويكون الوضع تحت الرقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم بالسجن لأقل من ثلاثة سنوات وبإمكان قاضي العقوبات الترخيص لحاملي السوار الإلكتروني بمغادرة مكان تحديد الإقامة في حالة العلاج أو اجتياز امتحان وفي حالة قيام حامل السوار الإلكتروني بنزعه أو تعطيله يتعرض للعقوبات المقررة في جريمة الهروب سياسة العقوبات البديلة توجه تنتهجه الجزائر بغرض إعادة إدماج المحبوسين والتخفيف من نسبة الإجرام في الأوساط الاجتماعية نظم مرصد تحليل والاستشراف للتجمع الوطني الديمقراطي بالمقر المركزي للحزب بن عكمنون ندوة فكرية تحت عنوان الإعلام الجزائري الواقع والأفاقة ندوة أشرف عليها الأمين العام للحزب مصطفى إياحي وحضرها مستشار رئيس الجمهورية شافيق مصباح وعرفت ندوة حضور مدراء مؤسسات إعلامية صحفة مكتوبة وسمعية بصرية عمومية وخصة وصحفية ممثلا عن رئيس الجمهورية المجيد تبون وتوجيهات منه يشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة في أعمال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة المنعقدة بالعاصمة الكنية نيروبي من السابع إلى تاسع ماي الجاري وحسب بيان صادر عن الوزارة تنظم القمة بالتعاون بين لجنة الاتحاد الإفريقي وجمهورية كينيا تنفيذا لقرارات ندوة 37 لرؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في آديسة بابا شهر فيفري المنصرم وتهدف هذه القمة إلى جمع كافة الأطراف والفاعلين بهدف تصليط الضوء على دور الأسمدة وصحة التربة في تعزيز النمو المستدام والملائم للزراعة في إفريقيا أكد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن ريدا أبو عريوة أن البرامج السكنية والمنشآت العمرانية التي يشرف عليها القطاع تراعي معايير مقاومة الزلازل وأشر أن الحكومة بشرت في إصلاحات جدرية من أجل إنتاج مواد بناء وتكنولوجيات مصاعد كهربائية بخبارات محلية ومعايير تقنية عالية التقرير لمنال نجاة خلال الأعوام الأخيرة الماضية شكل موضوع توسيع شبكة المشاريع السكنية عبر مختلف ربوع الوطن وتصميمها وفقا للمعايير التقنية المضادة للزلازل والكوارث الطبيعية محور اهتمام بالغا لدى الحكومة يؤكد المدير العام للبناء ووسائل الإنجازة بوزارة السكن ريدا أبو عريوة اليوم سكنت كلها التي يشرف عليها القطاع الخاضعة لرقبة تقنية للبناء هي أمنة وسليمة ومطابقة لتدابير النظام المضادة للزلازل قطاع السكن يعرف ديناميكية كبيرة مما كان له انعكسات إيجابية أولا انعكسات اجتماعية وكذلك اقتصادية يحوز قطاع السكن على مخابر مختصة في محاكاة نماذج البنيات فضلا عن دراسة ماذا تأثر كل الأنسجة الأمرانية بالأخطار الطبيعية كل المشاريع قبل تنفيذها تمر عبر رقبة الـ CTC ليوضع تأشيرة وهو الرعي والصاهر على احترام المعايير واحترام التدابير التنظيمية فيما يخص السكنات فيما يخص صلابة ومتانة واستقرار المباني فيما يخص كذلك الحساب الزلزالي وتبنت وزارة السكن رؤية جديدة وعصرية في سبيل حماية البنى التحتية للمشاءات القاعدية وضمان الاحترافية في عملية تشييد المشاريع السكنية يعرض مجمى حسناوي على هامشي فعاليات الصالون الدول للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية باتيمات تاك في 2024 في طبعته الـ 26 بقصر المعارض الصانوبر البحري يعرض آخر منتجاته وتقنيات الحديثة تزامنا والذكرى الخمسين لتأسيس المجمع منتجات تلبي متطلبات وحاجيات السوق الجزائري في مجال البناء والأشغال العمومية التطياء لمنال زواوي BTPH Snihwick est la société maire de toutes les sociétés du groupe puis les produits de détente etc. les peintures aussi c'est une gamme très vaste avec cette société la société Puma nous avons la société Hamstone qui elle est chargée du développement depuis l'extraction jusqu'à la finition du bloc de marbre et granite l'important c'est que nous avons développé des produits purement au départ algérien أكد مسؤول بشركة الوطنية للأبحاث والأشغال المنجمية أن الخارطة الوطنية للمواد المنجمية ستكون جاهزة بنهاية العام الجاري تمهيدا لإطلاق مشاريع جديدة لاستغلال هذه الثروات من ضمنها 17 مادة من ذهب وأحجار كريمة وأنواع أخرى من الثروات المنجمية تقرير نورليقين العراش 4.3 مليار دينار جزائري هو الغلاف المالي الذي كلف سونرام قبل عامين في مشروع الإعلان عن مكامن المواد المستكشف قصد الشروع في الاستغلال وذلك لتحيين خارطة المبارد المنجمية عبر 35 ولاية باعتبارها المحور الأساسي في إعادة تكوين الاحتياطات الوطنية من المواد الأولية لدعم السناعات وتصدير المواد المحولة منها وذكر الإطار المسير بالمجمع في مجال تثمين المبارد فتحي أوبراهم بإنجاز ودخول عدة مصانع حيز الاستغلال ومن بينها مصنع البانتونيت بمغنية ولاية تلمسان بطاقة إنتاج قدرت بـ 100 ألف طن سنويا ومصنع كربونات الكاليسيون في معسكر بطاقة إنتاج بلغت 100 ألف طن سنويا ومصنع الفيلسبار في عين بربر بولية عنابة والموجه لقطاع السيراميك بطاقة بلغت 70 ألف طن سنويا هذا ومن المنتظر أن يدخل حيز الخدمة شهر جويليا المقبل مصنع جديد قيد الإنجاز لإنتاج كربونات الكاليسيون بالخروب في قصنطين بطاقة بلغت قرابة 100 ألف طن سنويا وحول تحديث الإطار التشرعية أكد أوبراهم أن القانون المنجمي الجديد سيكون بمثابة ورقة طريق تمكن من إنعاش الاستثمارات الراكدة كما أن القانون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية وتعد هذه الخارطة المنجمية أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية المسطرة من طرف المجمع العمومي والتي ترتقز على تخفيض الواردات بالاعتماد على المواد الأولية المحلية وتثمين المنتجات المنجمية وكذا تسيير المشاريع الهيكلية الكبرى على غرار مشروع الحديد والصلب بغارج بلاد ومشروع الفصفات المدمج بشرق البلاد سجل اليوم الثاني من فعاليات سالون السيارات ولوحقها بقسنطينة سير طاوتو إقبالا مكتفا للزوار الذين جاءوا من مختلف ولاية الوطن قصد تعرف فيه على أسعار وموديلات المركبات التي تم عرضها بقاعة أحمد باي خالدة تفلس مشاركة أزيد من سبع علامات للسيارات وأربعين مؤسسة اقتصادية في الطبعة الثانية لسالون السيارات المقام بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة ينم عن رغبة هذه المؤسسات في الاستثمار في قطاع السيارات ولا وحقها قرابة أربعين مؤسسة بين بنوك ومؤسسات تعقيدة على الغيار ومؤسسات على المناولة وتعنيك أيضا مؤسسة صغيرة ومتوسطة اليوم إن شاء الله نحبين باش نحبين باش نخليه البصمة تعنا في هذا الصالون ما نخرجوش من هذا الصالون إلا والمواطن تعشرق الجزائري يكون راضي علينا إن شاء الله وما نخرجوش من هذا الصالون إلا ونخرجو بين نقاط عملية لازم نوجدوها ولازم نخرجوها ونوصلها إلى الجهات الواصية كما احتضنت سيرتا أوتو في طبعتها الثانية ورشات تطبيقية هي بمثابة فرصة للوكلاء لطرح انشغالتهم خاصة فيما يتعلق بملف الحصص ومنح الاعتمادات رح يكون فيه برنامج برنامج هذا رح يكون مختلف وموسع رح تكون فيه ورشات تطبيقية وورشات مباشرة رح ندخل فيها عملية أمور عملية لنخرجو بين نقاط عملية هده وش كنا ننتظره نقاط عملية اللي خدش كنا بزاف أمور ومشاكل بالنسبة لهذه العملاء لكن العامل الكبير اللي هو عامل تاع الكوطة هذه الكوطة هدية لولاة هاجس كبير للعديد من العملاء وانما قدروش باش يكملوا العامل تحهم التسهيلات الجبائية الجديدة التي حملها قانون العقار الصناعي الجديد ساهم في انفراج أزمة سوق السيارات بعد ركود دام لسنوات أشرف اليوم الثولة وزير التربية عبدالحكيم بالعبد على انطلاق امتحان اتباة المستوى للموسم الدراسي الحالي بمتوسطة عبدالحميد بوحجي بالمحمدية الوزير وخلال ردوة صحفية كشف عن استراتيجية جديدة لعمل مؤسسة التعليم عن بعد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل أكثر تفاصيل في هذا التقرير استراتيجية جديدة لعمل مؤسسة التعليم عن بعد ابتداء من الموسم الدراسي المقبل حسب وزير التربية عبدالحكيم بالعبد استراتيجية كشف عنها المسؤول الأول عن قطاع التربية على همش انطلاق امتحان اثبات المستوى للموسم الدراسي الحالي هذه المؤسسة لابد أن نعلم أننا بسرد إجراء إضافات استراتيجية لمهامها وستطلع بمهام استراتيجية وطنية جديدة مع مطلع السنة الدراسية المقبلة ستكون لها مهام أخرى استراتيجية وطنية سيعلنوا عنها في أولئة إن شاء الله تعلموا كذلك أن توجه العالم الآن هو تعليم والتكوين عن بعد ورأيتم أنه في الجائحة ما كان الدور الكبير والستراتيجي الذي لعبه هذا النمط من تعليم الذي سمح باستمرار الدراسة بالرغم من تلك الوضعية بالعبد عبر عن تعويله بأن يلعب التعليم وعن بعد مكانة كبيرة في السياسة التعليمية لا سيما وأن التعليم عن بعد أضحى فعالا في المجتمع مشيرا إلى مشاركة 520 ألف تلميذ عبر الوطن في الامتحان المحهود وطيطيتم لكل ما يجري في قطاع التربية الوطنية اليوم أشرفنا على انطلاق الامتحان الامتحان السنوي لإثبات المستوى في هذا اليوم 7 مايه 2024 عدد المترشحين في هذا الامتحان بلغ 520 ألف منهم 220 ألف خاصة بالمرحلة التعليمية لتعليم المتوسط ومنهم 318 ألف هذا بالنسبة لمستويات التعليم الثانوي الكشف عن استراتيجية جديدة في عملية التعليم عن بعد حسب متابعين للشأن التربوي تعكس الاهتمام المتواصل حول هذا النمط من التعليم والذي أصبح يسهم في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وفي أخبارنا الدولية يقد اليوم مجلس الأمن بطلب من الجزائر جلسة مشاورات مغلقة حول المقابر الجماعية بقطاع هزة وذلك في خضم العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم باقتحام جيش العدو الصهيوني معبر رفع وإغلاقه بالكامل مما أدى إلى توقيف حركة الفلسطينيين خصوصا المرضى والجرحى منهم وأدى أيضا لتوقيف دخول المساعدات يشار إلى أن التحديلات الدولية تتعالى بخصوص مخاطر إقدام العدو الصهيوني على شن عملية عسكرية برفع وفي قطاع غزة أيضا حذر اليوم مناطق رسمي باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من أن احتلال الجيش الصهيوني لمعبر رفع الواقع جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية يدفع الأمور نحو الهاوية مزيد من تفاصيل في التقرير زميلة من الحطام احتلال معبر رفعنا الحدودي التهديد بتهجير المواطنين ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة جرائم حرب همجية تضاف لسلسلة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة هذا ما صرح به النطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة مطالبا الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام العدو باجتياح رفع وتهجير المواطنين منها خاصة أن معظمهم من نزحي شمال ووسط القطاع جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة وسط صمت دولي مخزن وغير مقبول كما أضاف أبوردينة أن معبر رفحنا البري وبقية أراضي قطاع غزة هي أراضي فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية إلى أن الكيان المدعوم من أمريكا بالسلاح والمال والغطاء السياسي يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية لأن الفيتو الأمريكي سيحميه وحدر من خطورة هذا التصعيد الخطير وابتكاب المجازر في رفح الأمر الذي يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين بالإضافة إلى السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية ويضاعف معاناة الفلسطينيين فيما يخص نقل الجرحى ودخول الإغاتات وهو ما ينذر بكاردة إنسانية غير مسبوقة وأكد المتحدث أن هذه السياسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد وأن الحل الوحيد هو أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس في ذات السياق كدى الباحث في العلاقات الدولية محمود علواش في تصريح لقناة الاقتصادية الأولى أن التصعيد الكيان الصهيوني في رفح يزيد من تعقيدات التوصل إلى صفقة جديدة بين العدو الصهيوني وحركة حماس وأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية أو تتحمل مسؤولية ذلك التصعيد الإسرائيلي في رفح يزيد من تعقيدات التوصل إلى صفقة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس وأعتقد بأن هذا التصعيد كان مبيت مسبقا ويكشف كيف أن نتنياهو كان يسعى لخداع العالم من خلال محاولة التمظهر وكأنه يريد السلام لكن في الحقيقة هو يريد أن يواصل هذه الحرب هو يبحث عن السيطرة على رفح قبل التوصل إلى صفقة مع حركة حماس والمناورة التي قامت بها حركة حماس عندما أعلنت قبولها المقترح الوسطى المصريين والقطريين كشفت هذا الحقيقة أن نتنياهو مخادع ويحاول أن يجد الذرائع لتبرير مواصلة هذه الحرب لأطول فترة ممكنة طبعا هذا الأمر يحرج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير لكن الولايات المتحدة لا تتحمل مسؤولية كبيرة لأنها تظهر تسامح مع خديعة نتنياهو بقدر أكبر من معاقبته على إفشال وتعقيد أي فرص للتوصل إلى صفقة جديدة مع حركة حماس يعرف قطاع الوظيفة العمومي تطورا ملحوظا خلال الخمس سنوات الأخيرة وذلك بفضل سياسة التشغيل المنتهجة من طرف الحكومة والتي انعكست إيجابا على المؤشرات الاقتصادية التفاصيل في تقرير أميرة مكيدش شهد قطاع الوظيفة العمومية خلال الخمسة أعوام الأخيرة تدعيما مشهودا للمورد البشرية حيث بدأت بوادر الإصلاحات المتعلقة بسياسة التشغيل تتجسد على أرض الواقع بفضل انتهاج برنامج تشغيل متعدد السياغة والذي حقق النتائج المرجوة هي تجربة جعلت الجزائر رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة وتشغيل الشباب بصفة خاصة هذه الديناميكية الإيجابية التي عرفها القطاع الاقتصادية سمحت بارتفاع عدد مناصب على المستوى المؤسسات الاقتصادية بنسبة 53% عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وبارتفاع قدره 27% عام 2023 مقارنة بـ 2022 كما شهد الثلاثي الأول للعام الجارية ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بزيادة تقارب 35% جهاز منحة البطالة الذي استحدثه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حققه الآخر منذ إطلاقه في مارس 2022 مليون وثمانية ألاف وثلاثمائة وأربعة وخمسين مستفيد خلال شهر أفريل المنصرم تعزيز آلية الإقلاع الاقتصادية بمواكبة التحول العالمي والارتكاز على القطاعات الخلاقة لمناصب الشغل الدائمة في قطاع الطاقات المتجددة والمناجم هذا الأخير يضم قرابة 298 ألف عامل مع إدماج العنصر النسوية في مرافقة وتجسيد مختلف المشاريع الهيكلية المنجزة أو قيد الإنجاز وإداع كل عروض العمل لدى الوكالة المحلية للتشغيل إضافة إلى إبرام عدة اتفاقيات مع الشركات الناشئة في مجال الرقمنة والذكاء الإصطناعية وإنتاج المعرفة والتكنولوجيا الحديثة كما مكن إطلاق العملية الواسعة لمئات المشاريع الاستثمارية العالقة ودخولها حيز الخدمة من خلق عشرات ألاف مناصب الشغل إضافة إلى استحداث من حال الوافدين الجدد على سوق العمل لضمان مرافقتهم للبحث عن مناصب عمل مستقرة وضمن ظروف تحفظ كرامتهم مراجعة السياسة الوطنية للتشغيل من خلال وضع آليات أكثر انسجاماً ترتكز على مقاربة اقتصادية لامتصاص البطلة وتلبية مطالب الشباب أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الوطنية وتقليص تبعية المحروقات وقد انعكست إجاباً على الاقتصاد الوطني كما فتحت فرص أكبر للمتعاملين الاقتصاديين وحاملية المشاريع المبتكرة للمساهمة في خلق الضروة وتعزيز معدل التنمية في الجزائر وفي الختام التذكير بأبرز العنوين مجلس الوزراء يقر زيادة في منح ومعاشات المتقاعدين ورئيس الجمهورية يكلف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية تماشياً وسياسة الاستثمار وفي نشرة الخارطة الوطنية للموارد المنجمية ستكون جاهزة نهاية العام الجاري إذن بهذا نأتي إلى ختم هذه النشرة دمتم فرحة لواحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة